السلام عليكم يعطيكم العافية. معكم حمز ان شاء الله واليوم بشرح لتشابتر الكاردو فاسكولر سيستم بمادة الاناتومي. بالبداية رح نحكي عن كاردو فاسكولر سيستم. طبعا كاردو فاسكولر بهالسيستم بيحتوي على البلد. بيحتوي اه الهارت. كله بيحتوي على البلد. طبعا بالنسبة ل البلد معروف هو الدم. اللي هو السائل اللي بيحتوي على المواد. تنتقل عن طريقه المواد الغذائية الكيميائية الاخرية الهارت بيعمل كمضخة اللي هي بتعمل على الضخ البلد داخل البلد فيزل زي ما بنعرف انه الهارت بيقوم بنقل عفوا الهارت اللي هو القلب بيقوم بنقل المواد الغذائية نيوتريانت ريسبايراتوري جازز لنا الغازات زي الاو تو والسي او تو الويست ايضا فضلات اللي تنتج من عمل الخلايا طبعا كل خلية بعد ما تقدي عملها بتعطي زي فضلات الزايدة عن حاجة الجسم فبيقوم جهاز الدوران بطرحها خارج الجسم او نقلها للكدني للكلية اللي حتى تقوم بنقل بطرحها خارج الجسم وفي بعض المواد الاخرى اللي ممكن تكون خارج الجسم او داخل الجسم انتجها بيتنتقل عن طريق جهاز الدوران بداية خلينا نبلش نحكي عن البلد اللي هو الدم طبعا زي ما بنعرفه هو عبارة عن سائل فيسكس بيكون فيسكس معناها انه بيكون شوي لزج تقريبا 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 درجة الحموضة تبعيته البي اتش تبعه حوالي من سبعة فاصلة ثلاثة لسبعة ونصف هو تقريبا تقريبا بيشكل حجمه او من وزن الجسم تقريبا وزن الدم من وزن الجسم كاملا تقريبا حوالي ثمانية بالمية اه النورمال ادولت اتس فوليوم از اباوت تقريبا الحجم الانسان الطبيعي اللي ما عنده امراض وما عنده اي مشاكل بيكون حجم الدم عنده حوالي من خمسة الى ستة لتر حجم الدم بجسمنا كامل من خمسة الى ستة لتر طبعا من ايش بتكون الدم بتكون من من وايت بي سيز ومن هي من سميهن الفورميد انيمنتل اللي هنه المواد الاساسية اللي موجودة فيه وفي جزء ثاني منه اسمه البلازماء طيب شو الفرق بين البلازماء وبين البلازماء هستاذ ازاي ما منشوف لقيد ام بصطالات اخرى شو هو موره هو جزء من من الدم ما فيه اي اه ما فيه اه اى ايا خلايا اخرى بس هو عبارة عن بلازماء بس زي مصل المصط الدم. بالنسبة للفورمد الامنت الهن الار بي سي والويت بي سي الهن كريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء. في عندنا البليتلي الهن الصفايحات وهي مفيدة مشان بصار في عندنا اجريجيشن بصير عندنا تخفر للدم مشان هاي بنحتاجها لما يصير في عندنا انجري او جروح في الجسم. طبعا بالنسبة للخلايا اللي موجودة عندنا. في عندنا المونوسايت. هاي خلايا دم اه بيضاء. في عندنا الليمفوسايت. في عندنا نيوتروفيل وبيزينوفيل. في عندنا المايكروفيج. في عندنا الاريثروسايت وفي عندنا البيتليت. طيب. حسا كيف بدأ نميز كل واحدة? بنسبة لبيتليت هذا مكون لحاله. والهن الصفايحات الدموية هاي لحالة. نيجي الى الاريثروسايت. الاريثروسايت هي مختصرة او اذها اسم ثاني او هاي الاسم الثاني من كريات الدم الحمراء. الاريثروسايت اللي هي الخلية اه خلية الدم الحمراء. تمام? او كرة الدم الحمراء. باقي ما تبقى من الخلايا اللي ممؤشر عليهم بدائرة. هذول عبارة عن انواع من اه القريات الدم البيضاء. في عندنا المونوسايت اللي هي الخلية الوحادية تسمى. في عندنا الليمفوسايت. هاي بتكون جزء من الجهاز الليمف. في عندنا النيوتروفيل هذول تقول هم خلايا مناعية طبعا دفاعية عن جسم. نحن اكيد بنعرف و بنستذكر انه الوايت بلد سيل هي خلايا دفاعية. لم يصير في عندنا انفكشن بالجسم. وفي عندنا الازينوفيل وفي عندنا البيزوفيل عفوا. وفي عندنا اللي هي الخلايا البالعة. طبعا هذول كلهم زي جيش الدفاع عن جسم الانسان. اذا منيجي على بنسبة لجهاز الدوران. بالبداية في عندنا اول فانكشن واشهر فانكشن هي دستريبيوشن. دستريبيوشن يعني توزيع. هذا الدم اكيد مهمته موجود بالشرايين بيوزع كيميكال بيوزع غذاء للخلايا يعني زي منه موصل لجميع الخلايا كغذاء كمواد كيميائية بيحتاجها. طبعا هو بشكل اساسي للأكسجين ينقل الأكسجين من رئتين للخلايا والنيوترينت زي ما ذكرنا اللي هنا الغذاء. بشكل العكسي طبعا رح يوخذ منهم ايش? رح يوخذ من الخلايا الميتابوليك ويست. طبعا الخلايا بتقوم بعمليات استقلابية ضمن الجسم. وبينتج عنها زي الفضلات او زايدة عن حاجته. فبتمتقل عن طريق الدم خارج الخلايا. بتطلع من الخلايا عشان يروح يتم استخدامها في مكان آخر. او تطلع خارج الجسم. في عندنا شغلة مهمة ايضا هي الهيرمون. الهيرمون تعمل يعني راح نشرح ان شاء الله لقدام شابتر الهيرمونات. بس ولكن الهيرمون ان شاء الله يعني مهمته آآ بالجسم ان ها بتعمل كثير من الوظائف. اغلب وظائف الجسم تعتمد على الهيرمونات. فكيف بدأ نوصل الهيرمونات من الغذة اللي بتفرزها الى مكان اللي ترح تعمل فيه. رح تعمل عن طريق الدم. هاي اولا. السلام عليكم يعطيكم العافية. معكم حمز ان شاء الله. واليوم بشرح لشابتر الكارديو فاسكولر سيستم بمادة الاناتومي. في البداية رح نحكي عن على كارديو فاسكولر سيستم. طبعا كارديو فاسكولر �ي السيستم بيحتويها البلد. بيحتوي الا الهارت اللي هو القلب. بيحتويها طبعا بالنسبة للبلد معروف هو الدم اللي هو السائل اللي بيحتوي الا بيحتوي على المواد بتنتقل عن طريقه. المواد الغذائية الكيميائية والاخرية. الهارت بيعمل كمضخة اللي تعمل على ضخ البلد داخل البلد فيزل زي ما منعرف انه الهارت بيقوم بنقل هافوا الهارت اللي هو القلب بيقوم بنقل المواد الغذائية نيوتريانت ريسبايراتوري قازز لنالقازات زي الاو تو والسي او تو الويست ايضا فضلات لتنتج من عمل الخلايا طبعا كل خلية بعد ما تأدي عملها بتعطي زي فضلات الزايدة عن حاجة الجسم فبيقوم جهاز الدوران بطرحها خارج جسم او نقلها للكدني للكلية اللي حتى تقوم بنقل بطرحها خارج الجسم وفي بعض المواد الاخرى اللي ممكن تكون خارج الجسم او داخل الجسم انتجها بيتنتقل عن طريق جهاز الدوران بداية خلينا نبلش نحكي عن البلد اللي هو الدم طبعا زي ما منعرف هو عبارة عن سائل فيسكس بيكون فيسكس معناها انه بيكون شوي لزج تقريبا تقريبا درجة الحموضة تبعيته البي اتش تابعه حوالي من سبعة فاصلة ثلاثة لسبعة ونصف هو تقريبا تقريبا بيشكل حجمه او من وزن الجسم تقريبا وزن الدم من وزن الجسم كامل تقريبا حوالي ثمانية بالمئة تقريبا الحجم الانسان الطبيعي اللي ما عنده امراض وما عنده اي مشاكل بيكون حجم الدم عنده حوالي من خمسة الى ستة لتر حجم الدم بجسمنا كامل من خمسة الى ستة لتر طبعا من ايش بتكون الدم بيتكون من ربسيز من وايت بيسيز ومن البليتليت هاي منسميهن الفورميد انيمنتل اللي هنه المواد الاساسية الموجودة فيه وفي جزء ثاني منه اسمه البلازمة طيب شو الفرق بين البلازمة وبين الفورميد انيمنتل البلازمة هسه زي ما منشوف لقدام بصلايات اخرى شو هو مراهوة جزء من الدم ما فيه اي خلايا اخرى هو عبارة عن بلازمة بس زي مصل للمصل الدم بالنسبة للفورميد انيمنت اللي هنه الار بي سي والوايت بي سي اللي هنه قريات الدم الحمراء وقريات الدم البيضاء وفي عندنا البليتليت اللي هنه الصفايحات وهاي مفيدة مشان بصار في عندنا اجريجيشن بصير عندنا تخفر للدم مشان هاي نحتاجها لما يصير في عندنا انجري او جروح في الجسم طبعا بالنسبة للخلايا اللي موجودة عندنا في عندنا المونوسايت هاي خلايا دم اه بيضاء في عندنا الليمفوسايت في عندنا نيوتروفيل يزينوفيل وبيزينوفيل في عندنا المايكروفيج في عندنا الاريثروسايت في عندنا البيتليت طيب حسا كيف بدأ نميز كل واحدة بالنسبة لبيتت هذا مكون لحاله والهن الصفايحات الدموية هاي لحالة نيجي للاريثروسايت هي مختصرة او اسم ثاني او هاي الاسم الثاني من قريات الدم الحمراء اريثروسايت اللي هي الخلية اه خلية الدم الحمراء تمام او كرة الدم الحمراء باقي ما تبقى من الخلايا اللي ممؤشر عليهم بدائرة هذول عبارة عن انواع من اه القريات الدم البيضاء في عندنا المونوسايت اللي هي الخلية الوحادية تسمى في عندنا الليمفوسايت هاي بتكون جزء من الجهاز الليمف في عندنا النيوتروفيل هذول كلهم خلايا مناعية طبعا دفاعية عن جسم نحنا اكيد بنعرف ومنستذكر انه الوايت بلد سيل هي خلايا دفاعية لم يصير في عندنا انفكشن بالجسم وفي عندنا الازينوفيل وفي عندنا البيزوفيل عفوا وفي عندنا المايكروفيج اللي هي الخلايا البالعة طبعا هذول كلهم زي جيش الدفاع عن جسم الإنسان إذا منيجي على بالنسبة لجهاز الدوران بالبداية تنفي عندنا أول وأشهر هي يعني توزيع هذا الدم أكيد مهمته موجود بالشرايين بيوزع كيميكال بيوزع غذاء للخلايا يعني زي منه موصل لجميع الخلايا كغذاء كمواد كيميائية بيحتاجها طبعا هو بشكل أساسي للأكسجين ينقل الأكسجين من الرياتين للخلايا والنيوترينت زي ما ذكرنا اللي هنا الغذاء بشكل عكسي طبعا رح يأخذ منهم رح يأخذ من الخلايا الميتابوليك طبعا الخلايا بتقوم بعمليات استقلابية ضمن الجسم وبينتج عنها زي الفضلات أو زايد عن حاجته فبتمتقل عن طريق الدم خارج الخلايا بتطلع من الخلايا عشان يروح يتم استخدامها في مكان آخر أو تطلع خارج الجسم وفي عندنا شغلة مهمة أيضا هي الهيرمون الهيرمون تعمل يعني رح نشرح إن شاء الله لقدام شابتر الهيرمونات بس ولكن الهيرمون إن شاء الله يعني مهمته بالجسم إنها بتعمل كثير من الوظائف أغلب وظائف الجسم تعتمد على الهيرمونات فكيف بدأ نوصل الهيرمونات من الغذة اللي بتفرزها إلى مكان اللي ترح تعمل فيه رح تعمل فيه رح تعمل عن طريق الدم هاي أول مهمة المهمة الثانية بالنسبة للدم اللي هي الدم بيعمل زي تنظيم داخل جسم الإنسان مثل إيش هلأ الدم بيحافظ على درجة حرارة الجسم وهو بما أنه حجبه كبير ومتوزع يعني بجسم كاملا تمام فهو بيعمل زي منظم لدرجة حرارة الجسم بالإضافة لأنه بيحافظ على بي إتش البي إتش تابعته تكون ثابتة تمام كونستانت بي إتش اللي هي الجو اللي بتكون موجودة فيه المركبات يعني هسا زي ما قلنا إحنا البلد هو عبارة عن قلوي الكلايم ميديا فهذا الجو من القلوية بيأمن يعني مكان مناسب لانتقال الغذاء مكان مناسب لانتقال المواد الكيميائية ما بتتخرب ما بصير عليها أي اوكسيديشن أي مشاكل أخرى طبعا فيه أكثر وإشي كمان طيب بالنسبة للخاصية الثانية أو الفونكشن الآخر اللي هي عملية اللي هي عملية التنظيم بتتم عن طريق محافظة على درجة حرارة الجسم بيتش الجسم وأيضا الفوليوم بالجسم بيكون محدد وثابت تمام هلأ منيجي للخاصية الثالثة أو الفونكشن الثالث لل في عندنا بالنسبة للبلوت بيعمل بروتكتيف أول شي نحكي إن هو بروتكتيف يعني بيعمل حماية للجسم عن طريق الهوموستيسيز اللي بيعملوا وفي عندنا بريفنشن خاصية أخرى عن طريق بريفنشن طبعا من الانفكشن زي ما حكينا قبل شوي إنه الوايت بتسل هي بتعمل عمل دفاع عن الجسم فهي أكيد إلها خاصية الحماية هاي بالنسبة للبلوت طيب ما يجي على الهارت الهارت هو القلب ومين مننا ما بعرف شو هو القلب بالبداية رح نحكي عن موقع القلب وين بيجي بجسم طبعا وين بيصير بيجي ميديستين يوم ميديستين يوم تقريبا بمنتصف الصدر هو مائل إلى اليسار قليلا ولكن يعتبر موقعه بمنتصف الصدر behind the body of sternum بيكون خلف جسم الستيرنيم اللي هي عظمة القص ما بين point of attachment of rib 2 through 6 طبعا منطقة التقاء الضلع الثاني إلى الضلع السادس بيكون متوضع القلب فإذا من عد الأضلع في القفل الصدري منبلش من فوق 1 ثنين من عند منقطة التقاء الضلع الثاني إلى الضلع السادس هون بيكون آآ تموضع القلب تقريبا أربعة الضلع مساحته يعني أو خينا نقول ارتفاعه approximately two third of this mass is to the left زي ما اتفقنا هو بيكون مائل إلى اليسار هو القلب موجود بمنتصف الصدر ولكنه مائل إلى اليسار قليلا نحن ما منقول القلب على اليسار وإنما هو بالنصف ولكن مائل إلى اليسار قليلا هاي بيقول لك two third إنه تقريبا تلثين لقلب إلى اليسار والثلث الباقي تقريبا إلى اليمي طبعا القاعدة flat pass إلو قاعدة القلب بيكون عبارة عن قاعدة مسطحة toward the right shoulder القاعدة تبعيته بتكون نحو الكتف اليسار يعني إلى الجهة اليمنى فهو مائل إلى اليسار زي إنه مرتكي على اليسار والأبكس اللي هي القمة تبعيت القلب بتكون نحو اليمي يسار أفضل نحو left hip اللي هو الحوض اليساري خير نقول يعني مائل إلى اليسار يعني زي هو يعني مائل من اليسار إلى اليمين القاعدة نحو اليمين طبعا تكون flat والأبكس بتكون نحو اليسار طبعا هو rest on the diaphragm يعني هو الأخ متوضع مرتاح على القفز الصدري يعني قاعد على القفز الصدري posteriorly من الخلف the heart rest on the body of thoracic vertebra five through eight طبعا من الخلف مرتكز هو القاعدة تبعته مرتكز على الدايب رايغم زي ما اتفقناها مش مختلفين عليها طيب خلف القلب يعني وين مرتكي هو بالنسبة للخلف هو مرتكي على thoracic vertebra اللي هن الفقرات الصدرية تمام من عمود الفقري طبعا من الخامسة تمام إلى الفقرة الثامنة تمام بونداريس of the heart are clinically important and eye diagnosis heart disorder طبعا نحن ليش بهمنا انه نعرف وين ما كان القلب ما ممتد من وين لوين وعلى شو مرتكز وعلى شو مرتكي من ورا ومن قدام هذا الشيء بيساعدنا لتشخيص امراض كثيرة في عندنا اشهر مرض هو heart failure مرض اللي هو عضلة القلب بتكون ضعيفة بيكون في عندنا تضخم بعضلة القلب بصير في عندنا hyper trophy بنسبة لعضلة القلب المصل فهنا لما نعمل سكان عن القلب نعرف انه والله حجمه اكثر من حجم اللي احنا بنعرفه تموضعه ممتد مثلا من العضلة الثانية للعضلة السابعة هاي زي ما منلاحظ عندنا صورة بتوضح نه تموضع القلب هاي تقريبا اللي هي العضلة الثانية تقريبا من العضلة الثانية للعضلة من الظلع الثاني للظلع السادس طبعا هاي هاي عندنا داي فراجم زي ما نشوف هاي هيك مرسوم هاي داي فراجم هو مرتكز عليه زي ما منلاحظ انه عندنا الباس عبارة عن ثلاث وعندنا الابكس عبارة عن هي القمة تبع القلب بالإنفنت بيكون عندنا وزنه قديش تقريبا من واحد لثلاثين لمية وثلاثين يعني اذا كان وزن الطفل خينا نقول مية وثلاثين كيلو بيكون وزنه كيلو هاي يعني ما فيش الطفل أكيد وزنه مية وثلاثين كيلو بس ولكن هي نسبة وتناسب هي واحد الى مية وثلاثين من وزن الطفل أما بنسبة للرجل البالغ بيكون في عندنا واحد الى ميت أكيد لأن الطفل لسه بيكون أعضاءه لسه مش مكتملة بيكون أعضاءه الجنين يعني أو الطفل حديث الولادة بيكون في عنده لسه عم ينمو وعم يكبر تقريباً عضاءة القلب بعرب طبعاً هذا مكون من طبقتين في عندنا الفايبروس الألياف في عندنا السيروس طبعاً شو وظيفة الفايبروس بيقوم بحماية القلب وبيثبته مع المحيط طبعاً زي غلاف مغلفه الفايبر هاي الألياف بتعمل على حماية القلب بتحميه إنه يصير له أوفر فيلينج هاي كبير مهمة طبعاً نحنا لما يجينا سؤال مثلاً إنه أوفر فيلينج مين اللي بيمنع أوفر فيلينج يعني ما تصير في عندنا تعبية زيادة بنسبة القلب خلاص هذا حده فالقلب كل ما عبه كل ما يعني صار فيه دياستوليك بنسبة للقلب وعم يعب دم بيوصل لعند حجم بيقوله خلاص الفايبر بس لهون وبيكفي من الغشاء نفسه مكون من طبقتين اللي هي بريتيال وفيسكرال فيسكرال اللي هي الحشوية يعني تكون هالغشاء حشوي تكون هذو ملاسق للقلب مباشرة طبعاً البريتريال البريتيال عفواً هاذا هين بيكون موجود زي ما قلنا لكم هسا طبعاً البريكارديوم في عندنا الغشاء الثاني اللي هو السيروس بريكارديوم طبعاً هو يبارى عن غشاء رقيق سليبري كومبوز طبعاً هاذا كمان مكون من طبقتين آآ ثانيتين هن البريتيال والفيسكيرال الفيسكيرال مبين من اسمه فيسكيرال اللي هو بيجي حشوي هاذ بيجي داخلي يعني هاذا أكثر اشي قريب على القلب في عندنا البريتيال طبعاً هاذا ببطن الغشاء الداخلي للفايبرس تمام الفيسكيرال بنسمي إيبيكارديوم اللي هو اسم ثاني إيبيكارديوم كتير مهم هاذا الاسم طبعاً هذا بيكون آخر اشي بالبريكارديوم هاذا بيكون ملاصق مباشرة لل مايوكارديال مصير اللي هي عضلة القلب نفس زي ما بيشوف احنا عندنا بالصورة في عندنا الفايبرس إيبيكارديوم هو بيجي هذا الخارج شوي في عندنا السيرس بريكارديوم زي ما نشوف السيرس عندنا البارتيال وفي عندنا الإيبيكارديوم أو ما يسمى بالفيسكيرال يعني خلينا نقول ترتيب الطبقات داخلية هي الفيسكيرال بعدين البارتيال بعدين عندنا الفايبرس نيجي لغشاء القلب نفسه كجدار قلب نفسه عفواً جدار وليس غشاء هو النسبة يتألف من ثلاث طبقات بالترتيب لدينا وseok ادخلكم من تحت وفي عندنا مايوكارديوم وفي عندنا الطبقة الثالثة اللي هي الإبيكارديوم بالنسبة لل النسبة اخر طبقة موجودة بعضلك القلب وهو متصلة مع الدم اللي بيكون في عندنا مايوكارديوم هالي بيكون بالنص بتكون عبارة عن طبعا هاي اللي مسؤولة عن انقباض وانبساط العضلة كعضلة قلب وفي عندنا الإي بي كارديوم هي الطبقة الخارجية من جدار القلب هلأ بدنا نيجي لنحكي عن الموجودة بالهارت اللي هن الحجرات معنى الحرف إليه لحجرات القلب طبعا نحن بنعرف بشكل عام أنه القلب مكون من أربع حجرات بطينين ودينين تمام بحكينا أنه هو السيبتم هو الجدار اللي بيكون بالنص هذا بيفصل يمين عن يسار عندنا الأجزاء اليمينية من القلب والجزاء اليسارية من القلب أول جزء بدنا نحكي عنه اللي هو الأتريا اللي هو ريسيفينج تامبر الأتريا هي يبارة عن الأذينات طبعا عندنا أذين أيمن وعندنا أذين أيسر بيفصل بينهم شو السيبتم السيبتم هاي الكلمة كلمة مفتاحية اللي هي الجدار الفاصل ما بين الجزء الأيمن والأيسر من القلب الأتريا أول وحدة رح نحكي عنها صح؟ فالأتريا هي الأذينات طبعا هي ريسيفينج تامبر هاي كثير مهمة شو يعني ريسيفينج تامبر؟ ريسيفينج تامبر هي أول جزء من القلب يستقبل الدم من الجسم الأوردة بتصب فيها فهاي مهمة كثير نعرفة إنه الأتريا أذينات أذينات يعني ما تصب فيها أوردة أوردة جايبة دم من الجسم بتصب فيها فعشان هي كسمينها ريسيفينج طبعا هنه اثنين علويات أكيد أذينات فبيجي من فوق زي الأذان قلنا نحكي نون أس ريسيفينج تامبر إنه يعني بيستقبل هي حجرات مستقبلة سنس داي ريسيف بود فرم دا فينز زي ما اتفقنا فينز هي الأوردة أتريا هي أذينات فينز أوردة مصطلحات كثير مهمة فيك كنت تكتبوهن على ورقة خارجية لخصوها في عندنا الأتريا ألتيرنتلي كنتراكت أنت ريلاكس توريسيف بلود أنتين بوش انتو طيب هي البطينات بين أوردة أتريا أذينات طيب شو بيحكي لنا هون بيحكي لنا إنه الأتريا اللي هنا الأذينات بيعمل كنتراكت انقباض وإنبساط طبعا هما لما ينبسطوا بيعبوا دائما حجرات القلب لما تعمل انبساط ريلاكسيشن أو بنسميحنا الدياستوليك بنسبة للمصطلح بالكارديو فاسكولار ريلاكس فهو عم يستقبل البلد طب البلد لمنين جاي طبعا جاي من الفين عوين بيروح بيعمل له بش لما يعمل كنتراكت بيعمل بش تمام عوين بيدفع هذا الدم بيدفعه للفينتريك الفينتريك إنه البطينات طبعا هنه الحجرتين الثانيات يظلم للقلب طيب خلينا نمسح اللي كتبنا ونرجع شو شو بنحكي طيب هلأ في عندنا الأوريكل الأوريكل هو إذا منشوف الصورة لو في صورة هاي الصورة تمام شو هي الأوريكل طبعا هاي الصورة بتوضحلنا الأوريكل لكل أذين طبعا هاي الأوريكل هي أول منطقة بصير فيها التقاء الوريد الفينز مع الأتريا نسميها الأوريكل طبعا هي بيقول لك إنه هي إيرلايك إنه هي بتشبه الأذن تمام إيرلايك هي عبارة عن جزء بتشبه الأذن هي أول منطقة بيلتقي فيها الفين مع الأتريا طيب شو هنا المصل اللي موجودات بالأتريا في عندنا اللي هنا اللي بيكون عبارة عن العضلات اللي موجودة داخل الأتريا نسميها فوسا أوفاليس remaining of the opening in fetal heart هذولة بيظل لإنسان الأول معين خليك بيظل مفتوحات هاي العضلات اللي بتكون موجودة داخل الشريان داخل الأذين عفوا فمنسميها فوسا أوفاليس كثير مهم هذا الاسم فوسا أوفاليس هذولة عبارة عن العضلات الموجودة داخل الأتريا طيب هسا نحن بدنا نفوت بديتيلز أكثر لما نحكي رايت أتريا 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 هي مصطلح شامل أذينين جمع لما نحكي أتريا لاحظوا A T أتريا لنحن رح يجي عندنا آر تري آر تري اللي هي الشرايين آتريا اللي هي الأذينات لازم نميز بناتنا فهلا نحن نحكي بشكل متعمق أكثر في عندنا رايت أتريا زي ما اتفقنا أتريا يعني مفرد اللي هو الأذين وعندنا ليفت أتريا طيب رايت أتريا اللي هو موجود على الجزء الأيمن ونحن زي ما بنعرف الجزء الأيمن من القلب بيستقبل الدم الغير مؤكسج الدم يحتوي على فضلات دم يحتوي على نيوتريانت يحتوي على بشكل خاص بيحتوي على من الخلايا منين بيجوا؟ بيجوا من من تمام؟ هذول عبارة عن بما أنهلنا طبعا هي مفرد اللي هي الوريد الأجوف العلوي والوريد الأجوف السفلي الوريد الأجوف العلوي من اسمه علوي فهو جاي من الجزء الأعلى من القلب يعني أي شيء فوق القلب هذا ما يسمى وريد أجوف علوي بيصب القلب بالجزء الأيمن ضروري نركز عليه هاي الدورة تقريبا دورة دموية سيبونا من الآن زي ما اتفقنا السوبيريور فهو علوي بيجيب الدم من الجسم فوق الدايفراجم أي شيء فوق الدايفراجم بيصب فيه والإنفيريور مفروض يكون عكسه تمام في شغلة مهمة الإنفيريور فينا كيف تمام أو كابا هي بتجيب الدم الجاي من أي شيء تحت الدايفراجم من تفقين عليها في شغلة مهمة اللي هي أيضا الدم اللي بيجي من القلب نفسه طبعا القلب عضو بده يتغذى كمان بده دم فالدم اللي بيجي من القلب نفسه أيضا بيصب بالإنفيريور فينا كيف فكثير مهم نركز على هاي الموضوع إنه تغذية القلب ترجع على القلب بس ولكن من وين عن طريق الإنفيريور فينا كيف بالنسبة للليفت آتريم اللي هو البطين أو عفوا الأذين الأيسر الأذين الأيسر بيستقبل أربع ضروري مهمة هاي بولموناري فين أيوة طيب إحنا قلنا الـ رايت آتريم بيجي الدم الغير مؤكسج يعني ما فيه أكسجين بيجي وست برودكت الليفت آتريم كثير مهم نعرف إنه بيجي الدم المؤكسج هو فين بيجي أربعة بولموناري فين بولموناري يعني إشي جاي من الرئتين هلين نمسح حشان نشوف الكلام إذن الليفت آتريم والرائت آتريم الرائت آتريم خيرا نقول دم مش نظيف الليفت آتريم لا دم نظيف مين جاي؟ جاي من الرئتين طبعا الدم اللي مش نظيف هاض راح يروح على على الرئتين تمام راح يوديهن على البطين ومن البطين على الرئتين ومن الرئتين راح ترجح إلى القلب عن طريق شو الليفت آتريم طبعا الليفت آتريم زي ما اتفقنا بيحمل أو بيصلوا الدم المؤكسج يعني اللي فيه أو هاي خلصنا من آتريا آتريا هي أذينات هي مصطلح جمع وذين حسنا نيجي على الآتريا زي ما قلنا هي يعني استقبال طب هي عكسه فهي راح تكون يعني إشي بضخ هداك أبر بمبين تامبر هداك يعني بيعمل 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 هاد بيعمل بيعمل طبعا طبعا عن طريق الفيزيل اللي بتطلع منه جدار الفنتريكل بيكون أثخن هاكثير مهمة من الأذينات طب ليش شي طبيعي بما أنه هاد بدي يعمل باش الفنتريكل ده تعمل باش ده تضغط فلازم تكون هي الثخينة بما فيه كفاية لها تتحمل إنها تعمل ضغط أما الأذينات شغلتها بس أنه والله تسترخي وتنزل عند البطين الأذين بس يسترخي ونزل عند البطين فما بدو يكون ما في حاجة أن يكون ثخين زياد عن لزوم إلى السورفيس تبع الفنتريكل طبعا هاي عبارة عن جدار الداخلي للفنتريكل بنسميه طبعا هاي مهمة جدا إنه هي عبارة عن الحواف تبعها غير غير منتظمة الحواف تبعي الجدار تبعها غير منتظمة في عندنا الكون مصيل منسميهم تمام هاي عبارة عن عضلات أيضا موجودة ضمن الفنتريكل هاي زي ما مشوف يعني مخطط كبير فيكم تبطلو عليه للقلب في كل إشي ممكن تحتاجوه هاي بيكون عندنا مفتوح هنا أشرلكم على بعض الشغلات المهمة هون عندنا البطين وهاي عندنا بطين بيفصر بيننا شو قلنا سيبتم مش سبيوتم سيبتم طبعا هذا الليفت فينتريكل تمام يعني البطين الأيسر بقابله هنا اللي هو الرايت فينتريكل مش عارفه المكتوبة صراحة لكن هذا الرايت فينتريكل اللي هو الأيمن الأيمن بطين الأيمن طبعا أكيد فوقه راح يكون رايت آتريم وهو راح يكون عندنا ليفت آتريم ها نقول هذا تمام هاي هون عندنا بطين أذين أذين عفوا وهي أذين وهي عندنا بطين وهي عندنا بطين بسيط القلب ما فيه شريك الأمور الصعبة طيب الأمليجي أكيد لازم بيكون في عندنا إشي يضبط حركة الدم من الأذين إلى البطين ومن البطين إلى الشريان ومن الشريان إلى طبعا باقي جسم أيضا بيكون في عندنا إشي يسمى الفالب الفالب هي باران الصمامة كثير مهم نعرف شو يعني صمام صمام يعني أنه إشي بيسمح بمرور الدم باتجاه واحد عشان معادي يرجع الله يخلقنا سبحان الله الصمام عشان الدم يرجع برجوع نحو الجسم اللي ضخه طبعا في عندنا الأتريو فينتريكولر في عندنا السيميلونر وفي عندنا بس خضر الصمامين طيب أتريو فينتريكولر شو بوحينا هذا الاسم أتريو جاي من أتريا اللي هي إير الأذينات فينتريكولر اللي هي نفس همين البطينات معناته هذا الصمام أول شيء من نور مظلو بـ الصمام هذا بيكون موجود ما بين الأذين وما بين البطين مش نحن نقول الأذين رح ينزل الدم للبطين طب البطين لما يعمل البش ويطلع هذا الدم منه عشان ما يرد يرجع للأذين بيكون فيند الصمام بيمنع الرجوع زي ما قلنا إنه بيمنع الرجوع الدم للأذين لما ينضغط هذا الفنتريك لما يعمل البش ما بيرجع الدم بيكون بيكون كروديا تندينيا كروديا تندينيا هاي العضلات اسمها العضلات اللي موجودة ضمن البال ما بيهمنا كثير بيهمنا نعرف إنه هو شو اسمه وين ما هو قرر هذا أهم شي ممكن نركز عليه طبعا في عندنا إحنا زي ما مارك وذينين صح في عندنا وذين أيسر وذين أيمن وكل واحد فيه نصمام في عندنا في عندنا عندنا عفون عندنا الصمام ثلاثي الشرف رايت موجود على رايت كثير مهم هذور ركز عنهم الثلاثي تراي ثلاثي بيكون موجود بالرايت الثنائي الشرف أو الميتر المنسمي موجود هذا بالليف بالليف بالجزء اليساري إذن كثير مهم نعرف موجود بالرايت والباي كو سبي موجود بالليف في عندنا السيميلونر هذا عبارة عن صمام اتكوى من ثلاث قطاع في عندنا البولمونري السيميلونر في عندنا الاورتك السيميلونر هذول الموجودات هذول الموجودات ما بين في جزء منهن موجود بالبولمونري هذا وين موجود بيكون موجود بين الدم اللي جاي من القلب مش احنا قلنا اذا منرجع شوي لورا في عندنا الليفت اتريا هاي الليفت اتريا مش رح تستقبل من يعني اللي جايات من الرئتين طيب عشان ما يرجعن للرئتين بصير عندنا مشاكل يدرجع الدم عالرئتين مشان ما يرجعن بيكون في عندنا صمامات تمام والجزء الثاني اللي هو الاورتك يعني موجود بالاورتا اللي هو الشريان الابهر هذا من طالع من البطين الايسر تمام فلما يعمل بوش عشان ما يرد يرجع الدم على وهي مشكلة عندنا مرض لقدام ندرسه شاء الله بندرسه بالمواد الاخرى فهون بصير في عندنا مشكلة فلا وجود الصمام بيمنع انه الدم يرجع على البطين موجود في بداية الاورتا هاي الصورة منشوف هاي هون عندنا تبع الاورتا طالع طبعا هون زي ما منشوف هذا البطين خير اغير لكم اللون هاي هون عندنا البطين الايسر الايسر نعم هاي هون بطلع عندنا الدم هيك عن طريق الاورتا طيب هون في عندنا الصمام عشان يمنع رجوع الدم هاي مش مختلف عليها هيك يكون شكل سبحان الله في عندنا هون هاي نمسه زي زي ما مشوف هون ثماني هون ما بين البطين الايسر وال ما بين اذين الايسر والبطين الايسر في عندنا اللي هن طيب بنسبة لهاي الصورة نحن بتوضح لنا وين موجود الصمام هاي هون عندنا الاورطة تمام اللي علمت لكم عليها بالاسود هذا الشريان الاورطة تمام طيب بنسبة لهاي الرسمة في عندنا هون اللي معلمكم عليها بالاسود هذا عبارة عن الاثين الايسر وهذا البطين الايسر ما بين الاثين والبطين في عندنا الصمام ها الصمام زي ما اتفقنا اللي هو الترايكوسبيت صح الترايكوسبيت اللي على اليميني قلنا الثلاثي واللي على اليساري هو الثنائي فهون احنا نحن لازم يكون شو نفس الشي هون عندنا الترايكوسبيت في عندنا البولمونري اللي جايات من الرياتين طيب احنا اتفقنا ان القلب بغذي كل الجسم بتنم طب هو كمان بدو يتغذى الباطس بلاي اوف هارت اللي هن التغذية القلبية الشرايين والأوريد اللي موجودة بالقلب نفس واللي بتطعم القلب نفس مش لجسم بنسميه كوروناري تاجية اللي هي الشرايين طيب طيب اتفقنا نحنا ان القلب بيقوم بتغذية الجسم كله توصل للدم طيب القلب نفسه عضوة القلب بده تغذية لازم يوصل لها شرايين ويطلع منها اوريد فمنسمي بالنسبة ل في عندنا اللي هي الشرايين التاجية في عندنا الكوروناري فينز اللي هي ان الاوريد التاجية نفس الشي طيب اكيد في عندنا جاية من جاية من قاعة الابهر الابهر اول ما يطلع من البطين الايسر بيكون في عندنا بيتفرع منه شريانين تاجيين بيغذن القلب نحنا نعرف دايما ان الشرايين هي مغذية بتوصل والاوريد بتلملم الدم من الخلايا اكيد الشريان التاجي الايسر بيروح على الجزء الايسر من القلب واكيد نفس الشي الايمن بيروح على الجزء الايمن طيب بس هون بيحكي لنا انه الايسر هذا الشريان التاجي الايسر بيروح على بيروح دوادي سبلاي من بيغذي وين بيغذي 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 جزء الايسر بيغذي هذا مش مختلفين عليه والرايد عكسه بيغذي جزء الايمن البطين الايمن الايمن هاي مش مختلفين عليه طيب بالعكس رح يرجع الدم شايفين بلملم بلوم الدم بيصب برجع بيصب يعني بلوم الدم من القلب نفسه بوديه على الايمن طبعا شغلات بسيطة طب كيف القلب بيضخ كيف القلب بيضخ بيعمل ريلاكس وكيف بيعمل كوندكشن طبعا في عندنا كهرباء سبحان الله معروفة كهربة القلب لما بديعمل اي سي جي للقلب في زي نظام الكهرباء بتيجي اشارات كهربائية انه يعمل انقباض ويعمل انبساط طبعا بشو بيتألف بيتألف من سينو اتريال نود هي العقدة موجودة تحت الاتريا او بالاتريا نفسه في عندنا هي عقدة موجودة ما بين الاتريا وما بال في عندنا الاترو باندل هاي موجودة ايضا عند البطينات الاثنين في عندنا الابي باندل في عندنا البوركينجي فايبر وهنا الياب بوركينجي نسبة الى مكتشف طبعا ملاحظة انه نحن هي متسلسلة تكون هي عبارة عن تسلسل من العقد موجودة اذا في عندنا الصورة هاي هي تمام هاي التسلسل الانقباض والانبساط في القلب طبعا اول اشي بد يصير في عندنا هاي سينيو اتريال نون تكون موجودة بجدار اه غير الكون النون تكون موجودة بجدار الاذين الايمن هاي اول اشي بد يصير فيها انقباض الاذين الايمن اللي هو الرايت اتريام بد يصير فيه انقباض بعد هيك هاي العقد راح توصلها الى الانتريو فينتريكولار نود هي موجودة ما بين الاذين وما بين البطين بعد هيك راح يوصل هذا الاشي في عندنا عقدة موجودة بالسيبتم ها هون راح صير في انقباض بهذا الجدار بعد هيك راح توصلها للرايت نفسها اللي هي الاتريو فينتريكولار طبعا لافظه شفاء صعب اه اتريو فينتريكولار بندل ومنها الى اذين الايسار ومنها الى البولمون تمام فهي زي تسلسل معين بالنسبة للانقباض والانبساط لجدار القلب هاي هي ما نعرف بس خلنا نركز على الاسماء السينو اتريال في عندنا اتريو فينتريكولار وفي عندنا بوركنجي فايبر كتير مهمة بالنسبة للنير اللي هو الجهاز العصبي او الاعصاب اللي بتغذي القلب في عندنا الكاردياك بلاكسز في عندنا السيمباثاتيك نير في عندنا الفيغاس فايبر الكاردياك بلاكسز موجود عند الاورطة اللي هو الابهر طيب في عندنا السيمباثاتيك وعندنا الباراسيمباثاتيك حكينا عنها مطولا بجزء السي اناس في عندنا جزء خاص سيمباثاتيك نيرفيس اكسليريتر نعرف انه هو هذا الاستثارة اللي هو الجهاز العصبي الودي وفي عندنا تابتر نعطيكم على فعب موسيقى